السلام عليكم متتبعي الافاضل اليوم ان شاء الله سنقدم لكم سمك مطهي في الفرن صحي بطريقة صحية وبتتبيلة رائعة كي يجي بها السمك لذيذ ولذيذ جدا فتبعوا معي طريقة ومراحل الى الاخير وفرجة ممتعة نبدأ على بركتي الله سنجدو الشرمولة التي سنشرمل بها السمك سنقوم بطحانة سنطحن فيها العناصي الشرمولة يمكن لكم طبيعة الحال انكم هاد المسائل تصوبوهم كل حاجة على حيدة يعني القزبور والمعدنس نقطعوهم مزيان ونحكو عليهم التوم ثم الحامود والتوابل سنضيف كل شيء يخطر وحدة كيف سهل عليها العملية سنضيف القزبور والمعدنس ثم نضيف دروسة التوم ثم نضيف عصير حمضة ثم نضيف الملح الملح أساسي في السمك سوف نضيف ملح ولكن لا نستطيع الملح يأتي باسل الملح أساسي في السمك نضيف تحمير ثم سكنجبير والإبزار فلفل أزود والسمك دائماً يخصوا حارة نضيف ثم نضيف زيت الزيت الزيت سكنجب ثم نضيف ثم نضيف السمك ثم نضيف ثم نضيف كل شيء نضيف ثم نضيف أيضاً نضيف ثم نضيف إلى حين هنا بعد ما طحنت العناصر ديالي كاملة فهدين نفره ولا نخوي هاد الشرمولة ديالي في شيء إينا في شيء بيصير باش نبدا نشرمل بيه السمك اللي عندي هنا يزدت واحدة شوية ديال الهريسة تهيي قد خلق سمك ديال ناقي جيبنين ألت بتيجو الهريسة على حسب الضوغ كنا نخذ واحد طاوة ديال الفرن بدهون بالزيت أو اللون فرشة بورق الطبخ ثم نستفع الخضر ديالي على حسب يعني الرغبة لحسب الخضر اللي قد تفضلها فهناي أنا غادي نستعمل البطاطا غادي نقطعها دوائر وغادي نستفعه وكذلك الباصر يمكن لكم كذلك تستفعه خيزه ولكن كيكون يعني خاص ضروري أنه نديروا لي واحد من سطيبة يعني تسلق واحد شوية في الماء والملح ونصفيه عاد نستفعه في اللطة ديالنا لأن الجزر كيف تحتاج شوية الطياض ومشكل بحال البطاطا البطاطا سهلة في الطياض لتنوقي جزوين والفلافيل يعني كل واحد كيضي الخضر اللي كيف ضلها نحن هي كان كتافي فقط بالبطاطا والقليل من الباصل فكنستفعه في اللطة ديالي ثم كناخد الحوث اللي عندي كنشرحه ضروري كنشرحه باش أن العطر يدخل الدخل دياله كنشرحه من الوجهين معا ثم كنبدأ ندخليه الشرمولة تنحاولو ندخلو الشرمولة يعني في جميع الجهات وجميع الجوانب هاكا كيجينا السمك ديالنا نلديد بزاف ما تيجيش لنا باسل كنشرحه من السمك ديالنا ثم كنستفعه في اللطة ديال الفورن فهذا الأثناء احنا كنكونوا كنسخنو يعني الفورن ديالنا كيكون ضيجة شاعل فورن ديالنا كنسخنوه مسبقا عاد قندخلو ليه طاوة ديال الفورن ديالنا ثم فاش هادي ندخلو طاوة ديال الفورن ديالنا غادي نخفضو الحرارة يعني ما تكون شاوتاني مهيلة بزاف ولكن تكون العافية متوسطة فإلا نقصنا العافية بزاف السمك ديالنا كتلق لنا كتلق للمبزاف في نفس الوقت ما خصهاش تكون مجهده حيث السمك يعني ما خصوش التحرق السمك باش يبقوا الفوائد ديالو يعني وبقى فخاش كما كان قولو فالعافية ما خصهاش تكون مجهده بزاف خاصها تكون متوسطة ثم هنا السمك ركيطي بسرعة يعني ما تياخدش الوقت بزاف فالطياب ديال السمك الدواء يعني ودرج الحرارة تهيكة تلعب دور مهم فنخصنج نخلو السمك ديالنا حتي تتحرق لأنه تيفقد جميع يعني الفوائد وجميع يعني الفيتامينات والمكونات اللي مفيدة فيه فهنايا كنزينو بقطع من الحامض والطماطم الطيشة والحامض والفلافين اللي عندكم ألوان فكتزينو باللي حبيتم و باللي متوفر عندكم طبعا ثم كنرشاليها زيت الزيتون من الفوق وقدخلو اللطة ديالنا إلى الفرن فهو السمك ديالنا بعد ما طاب تيجي لديد ما كنخليوش يتحرق بزاف وفي نفس الوقت ما كنخليوش يعني عمر بذك الماء فنرقبو الطهي ديالو باش يجينا هو هاداك فجربو بهات التسبيلات بطريقة فاز قيجي صحي مئة في المئة ومدقة رائع كده لكم نوكي جديد بزاف فكنتمنى أن الوصفة تكون لت إعجاب ديالكم نتلقوا في وصفة مقبلة إن شاء الله وكنتمنى تخليوا لي التعليق إلي عجبتكم الوصفة وضغطوا على زي الإعجاب وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر